موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرامة في حلقة جديدة من برنامج صحفتكم لنستعرض معكم أهم العنوين والأخبار وأيضا المقالات الصادرة في صحفتنا المحلية لهذا اليوم الخميس موافق للرابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2019 ونبدأ مشاهدين كالمعتاد مع العنوين وإلى صحيفة الأيام والتي أبرزت أغلب الجرائم صغيرة والتهديد يبقى تحديا رئيس الأمن العام الوضع الأمني بالبحرين في أفضل حالته أساء التصرف خلافا لمقتضياتي الوظيفة الخدمة المدنية عفاء ثلاثة مديرين ووقف مدير وموظف في السياحة وإلى صحيفة الوطن والتي عنونت قاعدة بيانات وطنية لدي ان اي قيد الإنشاء مدير الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي دي ان اي أحدث تقنية للكشف عن المجرمين وهيب الناصر للوطن التعرف على المتورط بالجريمة من خلال سياقتي المركبة 35 شركة دولية تعرض أحدث المعدات والتقنيات في الأدلة الجنائية ومع صحيفة أخبار الخليج والتي ادرجت في الصفحة الأولى وزير المالية بدء إجراءات إطلاق صندوق السيولة وزير الصناعة آن الأوان للقطاع الخاص ألا ينتظر أطواق النجاة من الحكومات مصرع ثلاثة بحرينيين في حادث مروري بالسعودية وإنقاذ ثلاثة آخرين من الغرق بالغرب من جزيرة أمواج وإلى صحيفة البلاد والتي عنوانات أسري تحت مظلة القابضة للنفط والغاز اهتمام روسي بتجربة البحرين في الصيرفة الإسلامية 17241 موظفا أجنبيا في البحرين انطلاق الجواهر العربية في 19 نوفمبر الملف الأهم والأبرز لهذا اليوم المشاهدين الكرام هو موضوع الذكاء الاصطناعي والتطور التقني حيث لفتت صحيفة الوطن أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة قال إن الموقف الاستراتيجي في المنطقة يشير إلى مدى أهمية وخطورة تطور تقني على الأمن الوطني والدولي وأثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل الأمر الذي يحتم علينا بذل كافة الجهود بكل عزيمة وإخلاص من أجل حفظ السلام والمشاركة في مواجهة التحديات أو التهديدات لإرساء دعائم الاستقرار والأمن الدوليين بالتعاون مع دول العالم الشقيقة والصديقة هذا وأكد رئيس الأمن العام طارق الحسن على توجيهات وزير الداخلية على الاستثمار في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة كاشفا عن بدء العمل في العديد من المشاريع المختصة بالأدلة الجنائية ومن أهمها قاعدة بيانات وطنية لنظام الدي ان اي وهي مشاريع فعلية وليست معلقة بل هي على أرض الواقع يتم العمل عليها على هامشي مشاركته في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لفتت صحيفة البلاد أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد قال إن تبني البحرين للتحول الرقمي سيعزز قدرتها على مواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات مبتكرة مؤكدا على أثر ذلك وأنعكاسه على زيادة فعالية وأداء مختلف القطاعات بفضل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كما ذكرت صحيفة أخبار الخليجة وزراء التجارة في البحرين والسعودية والكويت أكدوا على ضرورة توجه اقتصاديات المنطقة إلى التأقلم سريعا مع تغيرات الثورة الصناعية الرابعة واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز ريادة القطاع الخاص وترسيخ قيم الابتكار والابدع هذا وبينت صحيفة أخبار الخليج أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سامير ناس كشف عن توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة والمنتدى العالمي للاستثمار وذلك في كلمته الختامية للمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب قال المدير العام لمجموعة المشاريع التجارية بمنطقة الشرق الأوسط في شركة هواوي على الشيامي إن البحرين كانت أولى الدول التي اعتمدت على قانون حماية البيانات وذلك بسبب أثر الدول جهزية من ناحية البنية التحتية وسهولة الاعتمال للثورة الصناعية الرابعة هذا ونشرت صحيفة الأيام لغطة جميلة وصورة رائعة تلك التي تداولها المواطنون بكل حب وفخر واعتزاز لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه وصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه نطالع من صحيفة البلاد أنه تحت رعاية وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع ستستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من الرابع ولغاية الخامس من ديسمبر المقبل أعمال الملتقى الخليجي السادس للتخطيط الاستراتيجي والذي تنظمه أكت سمارت حيث سيكون المحور الرئيسي لأعمال الملتقى هو تخطيط استراتيجي لتنمية مستدامة لفتت صحيفة الأيام أن لواء طارق الحسن قال إنه كما صرح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة بأن الوضع الأمني بأفضل حالاته في البحرين وقد عانت الأمور أو عادت الأمور لطبيعتها كما كانت في الأعوام السابقة لكن بالطبع يبقى التهديد الإرهابي تحديا ليس فقط أمام البحرين بل أمام المنطقة بأكملها كما بيّنت صحيفة أخبار الخليجي النشيخ سلمان بن خليفة الخليفة ووزير المالية والاقتصاد الوطني أكد مواصلة العمل بجهود حثيثة مع الشركاء لإطلاق صندوق السيولة وذلك تنفيذا للتكليف المنوط بالوزارة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي بإنشاء صندوق للسيولة بمائة مليون دينارة بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات بقلم الكاتب محميد المحميدة نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالة بعنوان جائزة عيسى لخدمة الإنسانية فإلى تفاصيل هذا المقالة لقطة جميلة وصورة رائعة تلك التي تداولها المواطنون بكل حب وفخر واعتزاز لصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى وهو رافع يده الكريم محين الحضور في احتفالية جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وفي الخلف صورة والد الجميع صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراء وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته هي صورة تعكس الحب الخالدة والوفاء الأصيل لدى أهل مملكة البحرين لصاحب العظم وتقديرا وإجلالا للملك المفدى حفظه الله ورعاه في كثير من الأحيان تزدان الجوائز والفعاليات بمواضيعها وقضاياها والأخرى بمسماها وراعيها ولكن في جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تلألأت الجائزة بكل ما فيها بمواضيعها وقضاياها الإنسانية الرفيعة وباسم من تعنونت باسمه الكريم عيسى بن سلمان بان النهضة الحديثة وتألقت برعاية وحضور جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قائد المسيرة تنموية شاملة والعهد الأصلاحي الزاهر الشامل في سابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليجة أشارت صحيفة أخبار الخليجة أن شؤون الجمارك اعتمدت على القائمة البيضاء للسلع المستوردة الخاضعة للموافقة والترخيص من ثلاث جهات رسمية كمرحلة أولى وهي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إنه من المتوقع أن تشهد مملكة البحرين مساء يوم غد الجمعة طقسا غير مستقر ومن المحتمل أن تستمر حالة عدم الاستقرار إلى يوم الخميس الحادي والعشرين من نوفمبر تتخلى لها فترات استقرار لذا تنصح إدارة الأرصاد الجوية المواطنين الكرامة وخاصة مرتدي البحر بأخذ الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية أما الآن مشاهدين فننتقل إلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير ومن فن الكاريكاتير مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحفتكم لهذا اليوم تمنياتي لكم بعطلة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر